جدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية تضامن مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب جمهورية السودان الشقيق ودعمها التام لكل الترتيبات السياسية وتوقيع الوثيقة الدستورية للانتقال للسلطة المدنية والتي تعتبر خطوة مهمة في المضي بجمهورية السودان نحو الاستقرار والسلام والتقدم وكان معالي وزير الخارجية قد شارك في الفعالية رفيعة المستوى بشأن السودان والتي عقدت بمدينة نيويورك بحضور معالي السيد أنطونيو جوتريش الأمين العام للأمم المتحدة ومعالي السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ودولة الدكتور أحمد عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان وقد أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن تقديره للمساعي الحثيثة المبذولة من أجل دعم استقرار جمهورية السودان وتعزيز الأمن والسلم والتنمية فيها وتوفير كل سبل التقدم والازدهار للشعب السوداني الشقيق مشددا على دعم مملكة البحرين لجهود رفع اسم السودان من أي قوائم للدول الداعمة أو الرعية للإرهاب وأشار إلى أن دعم المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على مستقبل الشعب السوداني الشقيق ترجمة نانسي قنقر